راحين بطولة عربية الموقف صعب ما فيش شك من يقول ان موقف الزمالك في البطولة العربية سهل لا موقف صعب بتلعب مع اندية كبيرة بلا شك اندية لها انجازات بطولات هنستعرضها وانقارن ما بينها ان كان نادي الزمالك بارقامه وبطولاته وبانجازاته على بعده ومسافة كبيرة جدا من الاندية المنافسة معاها في هذه المجموعة طبعا نادي ناصر السعودي والنادي الشباب السعودي هو اتحاد المنستيري لكن نادي الزمالك بعيد كل البعد بمسافة كبيرة ببطولاته وانجازاته لكن الواقع ان يمكن الزمالك بيمر بكفوة ضيق الموارد المادية بالاضافة للحجزة على الارصدة سواء من ممدوع عباس او من مصلحة الدرائب المنصرية منذ اكثر من 7 و8 شهر ولم تحل هذه الازمة حتى الان وبتحاربه وبتحاول تجيب لعيبة في السلة وبتحاول تجيب لعيبة في الطيرة حاول تجيب لعيبة في اليد بتحاول تدي مستحقات مدرينك الفنيين الاجانب سواء في الكرة او في اليد او بعض اللعبين المحترفين سواء في السلة او في الطيرة او في اليد ومن قبلهم كرة القدم بتحاول تمشي الأمور على قدر المستطاع وبقدر كبير جدا من الاهتمام والجهد من مجلس الإدارة عودة المعارين من وجهة نظري أحد الحاجات المبشرة بالنسبة لي أنا وأحد الحاجات اللي تخليك متفائل بالبطولة العربية أنه أكيد هيختلفوا في الأداء حاجة من الحاجات اللي حزنتني جدا إن مصطفى شلبي مش هيكون ومش يلحق البطولة العربية بعد الكسر اللي في الشازية مصطفى شلبي كان وصل لمستوى عالي جدا من الأداء لكن خلاص تأكد غيابه عن القيمة المشاركة في البطولة العربية لكن في النهاية ما قدمناش غير التفاعل في النهاية ما قدمناش غير القتال في النهاية ما قدمناش غير الارتباط بكيان كبير جدا جدا اسمه نادي الزمالك ليه فضل على كل المسؤولين داخل نادي الزمالك الحاليين على كل اللعبين الحاليين والسابقين حتى العضو اللي بيشترك في نادي الزمالك بيبقى فخور ان هو مشترك في نادي بحجم نادي الزمالك هبدأ نهاردة ببطولات الزمالك زي ما قلت لحضراتكو ان رغم الظروف الصعبة جدا اللي بيمر بيها النادي لكن لو بصنا لبطولات الزمالك وقرناها بالاندية اللي معانا في نفس المجموعة سواء نادي النصر السعودي او نادي الشباب السعودي او النادي الابتحاد المنستيري هتلاقي نادي الزمالك بعيد ببطولاته في دور ممتاز 14 لقب كاس مصر 28 لقب السوبر المصري 4 القاب دوري ابطال افريقيا 5 القاب كونفدرالية لقب وحيد سوبر افريقي 4 القاب كوس افريقيا لقب وحيد افريق اسياوي لقبان البطولة العربية لقب وحيد سوبر مصري سعودي لقبان ودوري منطقة القاهرة 14 لقب كاس السلطان حسين لقبان 78 بطولة يمكن بطولات النصر 26 بطولة 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 الشباب 17 بطولة المنستيري بطولتين يعني بحسبة بسيطة 26 17 53 وبطولتين للمنستيري يعني 55 على بعد تخيلوا حضراتكو 23 بطولة عن نادي الزمالك مجموعة الالقاب للانبياء الثلاثة على بعد 23 بطولة عن نادي الزمالك دي طبعا البطولات امام حضراتكو بالارقام من الاتحاد المنستيري كاس تونس لقب وكاس السوبر التونسي لقب المجموعة بطولتين شباب السعودي 6 ألقاب في الدوري ثلاثة في خدم الحرمين ثلاثة في ولي العهد سوبر وحيد كاس خليب لقبان بطولة عربية لقبان مجموعة 17 بطولة يعني مجموعهم لو 17 و219 نقول كلهم يعني كم بطولة في الآخر 45 بطولة كل البطولات اللي موجودة في الثلاثة اندية 26 بطولة للنصر السعودي لوحده 9 ألقاب في الدوري السعودي 6 في خدم الحرمين 6 في ولي العهد 3 في الاتحاد السعودي 2 في السوبر السعودي 1 سوبر أساوي 2 كاس كوس الأساوية كاس الخليج لقبان 26 بطولة في النهاية تاريخ كبير جدا 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 لنازل زمالك زي ما يقول له حضراتكو بالمقارنة بالباقي يعني من 45 لقب مقابل 78 لقب شوفوا الفرق ما بين 45 و 78 يعني 25 و 28 فرق 33 بطولة بين الثلاثة اندية على بعضهم ونادي الزمالك لكن في الحقيقة والواقع خلينا نكلم ده التاريخ الحقيقة والواقع ان الثلاثة فرق يعني مستعدين استعداد تام جدا لهذه البطولة عندهم نادي النصر السعودي يعني طبعا كل عشاق كرة القدم متابعين استعداداته وتعقداته وصفقاته استعدادا للبطولة العربية يكفي فقرا بيلعب عنده كريستيانو رونالدو احد امهر لعبي العالم كله كريستيانو رونالدو يمكن كريستيانو رونالدو من انواع اللعبين او من سلسلة اللعبين اصحاب القوة والمهارة واللياقة البدنية يعني مش زي ميسي ميسي بيعتمد على المهارة لكن ممكن يكون القوة البدنية الكريستيانو رونالدو احد ابرز اللعبين الاقوياء على مستوى العالم الكروي كله كريستيانو رونالدو شباب السعودي مستعد استعداد جاي جدا جدا اتحاد المنستيري مستعد استعداد كويس جدا لكن في النهاية نادي الزمالك سيبقى هو نادي الزمالك الكبير اشتركوا في القناة